في ناحية نقرأ شهد فضيلة الامام الاكبر دكتور احمد طيب شيخ الازهر الشريف بجهود وزارة الاوقاف في نشر صحيح الدين الاسلامي في مصر وتعاونها المثل مع الازهر دعين شباب الدعاة وقيادات الوزارة للتمسك بالمنهج الازهري باعتباره الضاون الوحيدة للاستقرار والتعايش وتماسك النسيق المجتمع في مصر جاء هذا خلال استقبال فضيلة الامام الاكبر اليوم وزير الاوقاف محمد مختار جمعة يرافقه وفد من شباب الدعاة وقيادات الوزارة حيث استعرض الوزير ملخصا لجهود الوزارة في النهوض بالخطاب الدعوي في مصر ورفع مستوى الأئمة والخطباء مع استعادة دور المساجد في رفع الوعي المجتمعي وغرس قيم المواطنة والتعايش المشترك مبينا أن هذه الجهود تتم بالتعاون مع الازهر الشريف في مختلف قطعاته